اشتركوا في القناة المرة الثانية في تاريخه وأعرب سموه في البرقية عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس الجزائري وللشعب الجزائري الشقيق دوام التوفيق والنجاح كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القادل نايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية مماثلة إلى معالي السيد نور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء الجزائري ترجمة نانسي قنقر